في مباراة الأمس وكان في حديث وجدل كبير محمد بعد ركلة جزاء صحيحة للنادي الأهلي لم تحتسب خلينا في البداية بنتكلم ودايما احنا بنتكلم على سلبياتنا وأخطانا في الأول مستر كولر نتكلم مبارح بعد المؤتمر الصحفي وقال عندنا مبارح بعض السلبيات في المباراة ما كانش مبسوط من أداء اللعيبة اتكلم وقال إن دي ما كانتش أفضل مباراة للنادي الأهلي منذ تولير قيادة الفنية أنا بقول الكلام ده علشان دايما الإنسان الناجح هو اللي بيشوف دايما أخطاهه في البداية وبيتكلم عليها علشان كده بارح مستر كولر اتكلم بعد نهاية المباراة في المؤتمر الصحفي على أخطاء اللاعبين الأخطاء اللي هو ويع فيها شخصيا علشان كده الإنسان الناجح زي ما قلت لحضراتكم بداية التصحيح وبداية النجاح وبداية المصاري الصح إن النسان يواجه أخطاء ويكلم عنها ده كان من ناحية النادي الأهلي لكن بارح كان فيه خطأ ما ينفعش إن احنا نسكت عنه خطأ واضح للجميع ركلة جزاء صحيحة لم تحتسب لصالح النادي الأهلي بلأمس وزي ما احنا شايفين قدامنا اللقطة يا محمد لقطة يعني ضرب الجزاء واضحة حسين الشحات وهو بعدي وهو بيسدد وأيمن أشرف إيده كانت في محيط جسمه والكرة طلعة ونشوفها من الزاوية الخلفية وإيده بتكبر جزء هنا في اللقطة دي امشي معنا محمد دا كوني مخرجنا هنا بص إيد أيمن أشرف وهي بتخرج وتكبر جسمه وركلة جزاء صحيحة مليون في المية للنادي الأهلي لكن بعد ركلة الجزاء اللي حصلت دي حصل كواليس وحصل كلام كتير وبدأت ناس عايزة تروح تتطرق إن الكرة أفساد على حسين الشحات من الأول خلونا احنا كمزعين وكمحللين وكجماهير بنتفرج على الصورة دي احنا في الأول وفي الآخر بنتكلم عن صورة قدامنا بنتكلم عن اللقطة بنحللها وبنقول إيه اللي حصل خلينا نرجع لللقطة تاني علشان نشوف ونحلل ونقول ويا ريت تشاركنا محمد في الحوار دا في البداية الكرة لأ أنا عايز الكرة من بدايتها الكرة قبل الركلة دي الكرة من بدايتها لما راحت لحسين الشحات كان فيه هنا لينزمان على الخط مظبوط هاني خيري هاني خيري كابتن هاني خيري ما رفعش رايته إذا الكرة هنا ما راحش لوضعية التسلل أو يعني كان فيها شك إنها تسلل مظبوط الأمر التاني كابتن محمد رحانفي لو كان فيها تسلل مش احنا بنشوف في غرفة الفار حاكم الفار بيبدأ يرسم خطوط ويوضح للناس اللعبة أكيد أكيد ما حصلش الكلام دا شوف كابتن محمود البنة لما بدأ حسين الشحات يروح له إيه الحوار اللي دار ما بين كابتن محمود البنة وإحسين الشحات في الملعب قال له مدافع البنك الأهلي إيده في محيط جسمه ما تكبرتش فده كان التحليل اللي احنا بنحلل عليه واللي احنا بنتكلم عليه طبعاً